وعلى بعد خطوات قليلة من الحرم الإبراهيمي الشريف تقدم تكية الخليل الطعام بشكل مضاعف في رمضان وخاصة هذا العام في ظل ما يعانيه شعبنا من ظروف اقتصادية بفعل استمرار العدوان على أهل غزة فتوزع التكية ما يقارب خمسة آلاف وجبة طعام في اليوم الواحد الزيادة تقدر ما يقارب بالثلاثين بالمئة إضافية عما كانت عليه في السنة الماضية طبعا التكية الحجم الموجود فيها الحجم المحدود التي هي أصلا لم تكن تستوعب مثل هذه الأعداد فطلبنا دائما المساندة من الجميع بأن يكون يتحمل ضيق المكان ولا نستطيع أن نبعد المكان عن الحرم الإبراهيمي الشريف منذ ما يقارب الألف عام والتكية الإبراهيمية التي سميت نسبة لسيدنا إبراهيم الخليل تقدم الطعام للعائلات الفقيرة وزوار الخليل وكل من تقطعت بهم السبل وباتت عنوان الخليل التي لا ينام فيها جائع هي من أقدم مؤسسات مدينة الخليل التي قارب عمرها إلى الألف سنة تقريبا ويتعمل في داخل في مدينة الخليل وبالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف بكل تأكيد هذه كانت تقدم الوجبات لكل المحتاجين والمستفيدين من هذه الخدمة بأسلوب متفاوت وأطعمة مختلفة ومتنوعة على مدار العصور طبعا تقوم بوجه الخيرين من مدينة الخليل وكذلك من كل فلسطين أوضاع صعبة يعيشها المواطن في الخليل بفعل إجراءات الاحتلال وسياسة الإغلاقات التي خنقت الخليل وأثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي عموما ويأتي رمضان وحال العائلات يزداد صعوبة وسوءا سامية أبو شرخ تلفزيون فلسطين ترجمة نانسي قنقر